عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وحسري نحكيه اليوم على اخبار مهم برشا يوصلنا على الصحفين صفيان الشرابي ونذير الكتاري اللي مختفين توحى حوالي 7 سنوات في ليبيا سمعنا برشا اخبار سابقا تقول اللي هم توفى واخبار تنفي وتقول ما ما توش وما زالوا حي وبعد زيارة رئيس الجمهورية قيسة سعيد الى ليبيا وين اثار ملف الصحفين نذير الكتاري وصفيان الشرابي لمواصلت البحث عليهم وفعلا اليوم هناك اخبار جديدة تفاجأت وين سلكل وتفرحت وين سلكل ان الصحفين على قيد الحياة والمفاجأة الاخرى انهم عائدين الى ارض الوطن وتأكيد الخبار هذا جاء في تدوينة نشرتها والدة نذير الكتاري على حسابها الرسمي وين قالت افرحي ياما وفي قبرك ارقدي وتهني نذير اللي يمت على خاته وراجع لبلاده حر افرح نظال وارتاح خوك الوحيد جاي وين سفيك ويرجعلك فرحتك ويهنيك افرحي يا سامي وخلي راسك بوليدك عالي تتكى في الدنيا على يمينك نذير وعلي سارك نذال افرحي يا جدو يا خالو يا خالتو وعمتو عمو يا اهلو يا ناس يا ولاد عمو افرحي يا قفاصة يا توانسة يا عالم نذير جاي ومعاه سفيان افرحي يا سنيا راجعلك نذير بعد ما كنتي ام ووليتي ام تونس وشعبها وام كل الدنيا راجعلك الغالي اللي عليه تحديتي الواتي والعالي راجعلك نذير وقلبك بعد ما مات يرجعي فرف تويتير راجعلك الغالي اللي بهت الدنيا على خاطره وما يغلع عليه غالي وقدمت تحية كبيرة برشا القيسس عيد وقالت اليوم سيكون عيد استقلال ثاني لتونس ام تونس معك سيد الرئيس ما دمت تنفذ الظلم عن الوطن والشعب شكرا سيد الرئيس ما قمت به لأجل حرية نذير وسفيان لا ولن ينسى سأكون في الصفوف الامامية في يوم عرص تونس قال فرحات حشيد احبك يا شعب ونحن نقول نحبك يا رئيس الف مبروك لعائلتين صحفيان نذير لكتاري وسفيان الشرابي مبروك للتونسي لكل هكذا احنا نوصل لنهاية الفيديو اعطونا رأيكم في الموضوع خلونا تعليقاتكم اسفل الفيديو متنساوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليسلكم كل جديد اشتركوا في القناة